لعبة الأفكار ياسمينة فتاة صغيرة مرحة وتحب اللعب لكنها في العطلة أصبحت لا تلعب بألعابها ولا تهتم بغرفتها وشغلتها ألعاب الهاتف فأصبحت مهملة بواجباتها أم ياسمينة لن تعجبها هذه الحال وخافت أن تتأثر عيون ياسمينة الجميلة من أشعة الهاتف وأن يتأثر نشاطها وحيويتها وكذلك يقول لأبداعها وذكاؤها بسبب كثرة الجلوس على الهاتف فنادتها وقالت يا ابنة الحبيبة أريد أن ألعب معك لعبة المسلية وهي لعبة الأفكار تحمست ياسمينة لهذه اللعبة فهي تحب الألعاب التي تحتاج إلى تفكير قالت أمها اللعبة هي أن يذكر كل واحد مننا بالدور أحد الأعمال المفيدة والمسلية التي تغنينا عن ألعاب الهاتف والذي يعجز عن الإتيان بفكرة سيكون هو الخاسر فقالت ياسمينة حسنا يا أمي سأبدأ أنا فكرت ياسمينة وقالت أول عمل الممكن هو حفظ القرآن وهذا العمل يحبه الله يعطينا به أجرا كبيرا ويزيد من فهمنا لقرآننا الحبيب وجاء دور الأم فقالت نستطيع استغلال بعض الأوقات كذلك بالصلاة والدعاء يقول ربنا عز وجل فإذا فرغت فانصب أي أعظم ما نستغل به أوقات فراغنا هي العبادة جاء دور ياسمينة فقالت ممكن أن نستمتع بالرسم أو التلوين ونستطيع أن نتعلم رسومات جديدة من خلال التقليد أو التخيل والآن دور أمها أستطيع أن أعلمك أمل الصوف وهو ممتع جدا تستطيعين صنع حاجات بسيطة ومفيدة لك ساعدت ياسمينة بهذه الفكرة وقالت في نفسها سأبدأ بتعلم الصوف من الغد يبدو هذا رائعا وقالت لا مانع أحيانا أن نحل بعض مسائل الرياضيات لتنشيتي الذهن قالت الأم أحسنت يا ياسمينة كذلك تستطيعين تعلم ممهارات جديدة وتبحثين عنها بعبر الإنترنت فقالت ياسمينة نعم أنا متحمسة لذلك أنا أحب أن أكتب القصص لكنني لا أعرف كيف أبدأ سأبحث عن هذا الموضوع وأيضا أحب أن أساعدك في أعداد الطعام وصرع الحلويات ولا تخشي يا أمي سأساعدك أيضا بغسل الصحون وضحك تامعا وقالت الأم تستطيعين كذلك قراءة القصص لك ولأختك الصغيرة قالت ياسمينة وسأخصص بعض الوقت للعب مع قطة الصغيرة أيضا قالت الأم ما رأيك بالاهتمام بالحديقة ورأي الورود والأشجار قالت ياسمينة نعم يا أمي أحب ذلك ونسيت أمرا هاما عرفتي وألعابي سأبدأ منذ الغد بالاهتمام أكثر بترتيبها وتنظيفها فقالت الأم رضي الله عنك يا ابنتي وتستطيعين أن تساعدين أيضا بنشر الغسيل فقالت ياسمينة بالطبع يا أمي إنه دور ياسمينة ففكرت وفكرت ووجدت الفكرة فقالت سأصنع أساور روحليا من الخرز قالت الأم لا تنسي كذلك ألعابك الكثيرة المخبأة فهي ممتعة لما لا تخرجينها وتلعبين بها فقالت ياسمينة نعم نعم فقد اشتقت لألعابي كثيرا وقالت يبدو أننا قد تعادلنا في لعبة الأفكار هيا بنا نشرب شيئا معا ونأكل الكعك قالت الأم قد غلقتني الآن في هذه الفكرة الجميلة فأنا أحب قضاء الوقت معك والتحدث ونحن نشرب شيئا ونأكل الكعك إنه جو جميل وهادئ سرت ياسمينة بقول أمها وقالت سأبدأ منذ الغد بوضع خطة لللعب والتعلم ووضع خطة لحفظ بعض سور القرآن وجميع ما ذكرناه فكلها أفكار رائعة وأحست أنها لم تعد بحاجة إلى اللعب بالهاتف وأن التفاعل مع الأهل والإشياء المحيطة حولنا أجمل بكثير انتهت القصة كانت معكم ماريا